أعلنت سلطات الإكوادور أن حصيلة ضحايا الإنهار الأرضي في جنوب الإكوادور ارتفعت إلى 14 قتيلا بينما وصلت فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين وتتضال فرص الوثور على أحياء بعد أيام من الكارثة لكن هذا لم يثبت عزيمة رجال الإنقاذ في سعيهم لكشف مصير حوالي 67 مفقودا في بلدة ألاوسي التي جرفتها سيولون من الطين والأتربة وطمرت أجزاء منها